أعزائي المشاهدين صباح الخير صباح الخير على مصر صباح الخير على مواهب مصر مرحبا بكم في قناة الصحة والجمال برنامج زادريم ومعنا النهاردة الأستاذة آيات أشرف مؤسس نادي رواد الأدب وهتستعرض معنا بعض المواهب اللي بطرعاها وهتقدمه لنا بنفسها أهلا وسهلا أستاذة آيات أهلا محضرتك أستاذ أشرف ومعنا الشيخ أحمد خاطر إن شاء الله برضو هيقيم لنا المواهب الصوتية في الإنشاد أهلا وسهلا ومرحبا بك أستاذ أشرف أهلا وسهلا بك أستاذ أشرف أهلا بك أستاذة آيات عايزين نعرف هتقدم لنا النهاردة يعني مين معاكي من المواهب سواء شعراء أو منشدين أو فرق فريق إلقاء نبدأ نستعرض أهلا بك أهلا بك أهلا بك أهلا بك وإن تبدوا ما فيه أنفسكم أو تغفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أهلا بك والله على كل شيء قدير أهلاً أهلاً آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وقتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفر لك ربنا غفر لك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعف عنا وغف لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الله يفتح عليك يا شيخ الله مبارك يا شيخ محمد جزاك الله خيرا مع تعقبك يا شيخ أحمد الشيخ محمد ماشاء الله أداء رائع بدأ بنوع في الأول في النغم كان يجب رست وجب صباء وجب نهون وجب كرد حيات كويسة كده يعني تدلع أنه هو فاهم الأشياء الثانية الصوت بتاعه ثالث وماشاء الله على جميل وماشي بانتظام هو برضو مشروع عقارة إن شاء الله في المستقبل الشيء الثالث إن شاء الله بس في بعض المحازات في الأحكام طبعا دي بنو بنو إن شاء الله عشانك البرنامج نو إحنا عايزين نستفيد برضا شيخ والمساعدين تستفيد تمام هو عنده يعرف منك إحنا يهمنا نعلم الغنان اللي عنده شبه هنا قصة الغنان برضو الأخفاء عنده مفتوح زي كل شيء قدير وقال شيء قا هي شيء قدير عنده طبعا الهاءات غير محققة عنده الميم برضو عنده كلمة سماعنا العين مش محققة برضو يقول سماعنا وأطعنا مش سماعنا وأطعنا فطمئن ما طمئن ما برضو ربنا يفتح لي وحفظي يا رب اللهم أمين يا رب اللهم أمين ومع الموهبة الثانية معنا رفايدة عبدالله رفايدة معنا بمحافظة المينيا باحثة في تمهيدي مجستير في علم النفس الإكلينيكي شاركت في العديد من المسابقات في الشعر والإلقاء وحصلت على المركز الأول وهتقدم لنا قصيدة بعنوان أب بيع وأم اشترت قصيدة من كلمتها وإلقائها تفضلوا الفايدة في دنيا كبيرة خداها للجريب قبل الغريب بيعها أنا جاية النهاردة أحكي لكم من حكويها حكاية حكايتنا عن أب بيع وأم اشترت وناس أسيت ويا مفتارت في دنيا كبيرة تواها ماشية فيها وكأن في متاها شفت بالنوتة حلوة جميلة لكن ملمحها دبلانة حزينة قلت لها الجميل ما له زعلانة هو الورد ينفع يكون دبلانة دحكت لي دحكة بهتانة خلتنا على حالها زعلانة قلت لها مالك حكيلي أرجوكي فاطفضوا عن حالك شكيلي فردت بصوت موجوع وعيونها مليانة دموع اللي مني ما سمعنيش كان ضدي وبالي وما نصفنيش ما أقولها تكوني أحن منه علي أرجوكي سبيني ما حدش حاسس باللي فيها قلت لها يمكن تكوني معذورة لكن عمري مقبل أن أشوفك مكسورة قلت لي بص أنا هحكيليك وأنا ما شكل وجه هشكيليك هحكيليك حكيتي واسمعيني وأبعد ما أحكيليك حكيتي تجرحيني هي دي قصة حياتي وبقولها قدامك وأنا حسى إحساس مش عادي أبويا بقى وامش تارت والولد ضاع والأرض فتارت لامه علي الناس والفرح مش لية أصل الحمام لو مات إفايدة الغية يا اللي بتجرحني ارحمني بقى شوية كنا ليك وانت اللي مش لينا إزاي قدرت يا أبا اللي لحظاتي فرات فينا ده الأب نور في وسط الظلمة بينور الأب بسند فاعز الوجع يحضنك ويطمن وأنا اللي فاعز شدتي وظلمتي عمره ومنورلي وفاعز وجعي لأمره حضني ولا مرة طمني وهي الدنيا إيه؟ وهي الدنيا إيه؟ غير أبي يحميكي يحبك يسندك وفاعز شدتك يجويكي وأنا اللي أبو يا باعنا بالرخيص وهم اللي اشترت الرخيص غالي في الوقت اللي الأب في باع وقال أنا مالي بكل بساطة قال لو عايز أولادك خديهم بس تسدد الديون اللي علي وعليهم الله يسمحك يا زمن والله كتير غطار يوم تعيشنا في جنة ويوم تعيشنا في نار الله يسمحك يا زمن الأب يباع ولاده وبعشرين ألف يكون التمن صعب إنك تكون رخيص جو صاد اللي من دمك أحساس بشع كأنه طعنك وسمك صعب إنك تكون جليل في نظر اللي حبيته كأنك جعدت سنين تبني في بيته وفي لحظة هدئته وعرض العم على أم كلام الأب اللي قاله وإزاي لو أفجت الدنيا لأبو يتحلاله كان نفسي طرفه ده علشان ما يعيشي لو لحظة متهني ويفضل علشان يطول الفرحة سنين مستني لكن أمك العادة قطبتها وعشان إحنا دنيتها وافجت واجبلت بالكلام وقت الحال كان خالص مش تمام أمي رفض وجال إزاي وافجت ومنين تجيب المال وردت بكل جوتها كله فد العيال ما تعالش للدنيا هم ربك كبير حنان وعلى عباده دايماً حنون منان في لحظة كل شيء اتاخد ما بضلش اللي قوضة قوضة كانت فيها الطيور محطوطة زعلنا وقتها واعتردنا أحنا مكاننا مش هنا أحنا مكاننا هناك في البيت الكبير مش فقوضة كنا فيها الطيور حطين زعلت أمه وقالت أنا ضحت بكل حاجة علشانكم ودايماً للخير بتمنى لكم اللي عايز يروح يعيش مع أبوه يروح أنا عمري مقبل إن نشوف حدي فيكم يا ولادي مجروح قلنا بقى الوسطنا احنا ما نقدرش نسيبك احنا ما نقدرش نسيبك مكانك هو مكاننا ومكانك قطعة من الجنة وضحكت وقالت بواجعة ورجاء يبقى تقووني ما تكسرونيش يبقى تقووني ما تكسرونيش أنا من غيركم مقدرش لو لحظة أعيش أقسمت وقتها أني لازم أكون جوية وأنه عمري مقبلة كنت ضحية أقسمت أني لازم أكون حاجة كبيرة تفتخر بها أقصد كل العيلة ويندم الأب اللي باعنا في يوم وجبض التمن يندم الأب اللي باعنا في يوم علشان يخفف على نفس الهموم هذه حكايتي حكاية أبويا اللي باعو وام اللي اشترت في زمن الناس في جسي وتيوامة افترت قلت لها على قد ما كانت حكايتك صعبة وأثرت فيها فقر بيك وبكلامك وبدأ ربنا دايما يعلم المجامك حيجي هقولها ويريد تسمعيها هو عاكي في يوم منك تنسيها محدش بيتعلم في الدنيا دي ببلاش لو للظروف الصعبة اللي بنمر بيها كان زمننا ما نسواش نوصل لنهاية حكايتنا بمبدأ مبدأ يا ابن وبنت آدم وخليك يمشي عليه هو عاكي في يوم من الأيام تنسيه الأب لما في يوم من الأيام يبع أولاده ويرميه ما تنتظرش من أي حد أي حد مهما كان هو مين إنه يفكر يشتريهم دا الأب أخه وصاحب وحبيب الأب لما يبع أولاده جرحهم ما يدوش مليون طبيب بقول لكل بنت وست أنت إنسانة وهو عا تقايش لو لحظة مهانة اللي يصونك حفظ عليه وهو عا في يوم تفرط فيه واللي يهينك يلا سيبيه وهو عا لي لحظة تبكى عليه خلي اختيارك صحة من البداية لأن اختيارك هو أساس الحكاية شكرا لك يا رفايدة مع تعقبك أستاذ أشرف رفايدة شاعرة جميلة قوي الموهبة موجودة طبعا بس أنا بعيبة عليها برضو لو عايزة السفيدي أوجهلك التطويل والسرد التطويل والسرد خلى القصيدة بتاعتها أقرب للناس هي استعملت قوافة فقط ما استعملتش أوزن لو هي حرست على الوزن بتاعها هتتطع القصيدة بشكل أجمل من كده يعني دي حاجة الحاجة التانية انت منين أصلا؟ من المين لا يبقى مش هلوم عليك اللكنة الصعيدة جميلة فيها قوي بس أنا فكرت إن هي مفتعي لها بس الاتلامة من المينيا خلاص هي طلعة كده دي حاجة الحاجة التانية ان الاسترسال اللي انت اشتغلت عليه اشتغلت عليه انت كان ممكن بتعملي حاجة في ثلاث سطور ممكن تاخد شطرتين احرص على ده قوي التكسيف في القصيدة بتاعتك الفكرة جميلة وجديدة وأعتقد بل من المؤكد يعني إن هي تجربة حقيقية سواء هي مرت بها على المستوى الشخصي أو تحشفتها بس هي حقيقية حقيقية لأن هي عبرت بكل صدق في ايه في بيت ما تجلش لا ما تقولهوش لأن انت يسيتي على الاب قوي برضو أنا كان نفسي ان انت لما تيجي توجده تسترحمين مش تهجمين هو الاب ما يتهجمش بأي حال من الأحوال يعني حتى لو هو وحش ماشي تستعطفيه ده ممكن يجيب نتيجة طبعا دي حاجة خارج السياك القصيدة بس برافو عليك عبرت بصدق بالتوفيق شكرا للفايدة ومع الموهبة التالتة معنا أستاذ شعبان رمضان أستاذ شعبان من محافظة باني سويف وملقب بالشاعر الحزين وهيلقى علينا قصيدة ضي أمر السلام عليكم عليكم السلام عليكم شعبان رمضان باني سويف شكرا للتعديم مقيم في الكعيرا وحليم في السويس القصيدة اسمها ضي أمر ضي أمر والقلبي مشغول بالماضي وعقلي من كتر التفكير عن حالي ما بقاش راضي وقلبي من كتر الحيرة بقى يحس كل شيء فاضي وعقلي اللي كان من ملوك التفكير أصبح زي إناء فاضي وعقلي اللي كان من ملوك التفكير أصبح زي إناء فاضي وشكل اللي كانت تشوفه وتقول سير أصبح باهة ومش راضي حصل لك مش عائل بقيت ماشي وأنا خايف بقيت أحس من واحدة ومن بعدك أنا خايف بعد ما كنت حلم اللي بسعاله وأمل اللي كانت تبقي معي في الحاضر وكنت دايماً تطميني مش هسيبك ولا هسافر فجأة كل شيء ضع وحلم اللي كنت بسعاله وأمل اللي كان فيه تحول كل شيء لضياء وروح اللي كانت فيه تحول كل شيء لضياء حصل لك مش عارف بقيت ميت من جوة وقلب اللي كان الجبل وما تقدروش قوة أصبح زي شيء كارف بقيت أخاف من بكرة لأن كل أحلامي في لحظة بقت ذكرة ودحكيت هل كانت تنسي اللحظة والفكرة أصبحت هي كمان ذكرة وأصبح كل شيء ذكرة وقلبي من كتر وجعه وما بقاش متقبل الفكرة كيف حبيبي سبني وباع؟ كيف كان بنا مفق وغداع؟ كيف يفارق ويسيبني أموت متحصر بالأوجاع؟ كيف ينسى ويهاجر؟ وفجأة يقول لنا مسافر وده قراري ومن الآخر وما أقول حتى سبب قناع وفجأة كله راح في ثانية وانهدمت فوق دماغ الدنيا وتحول كل شيء لضياء حبنا اللي كان وحلم زمان أولادنا اللي كانوا هيكون عكزنا بمرور الأيام كل هذا نستي وأما حبيت أفكرك وأنقص حبي كل هذا أنقرته ما هو ده اللي انت شطرة فيه ليس أنا اللي كنت بتحبيه ليس أنا اللي كنت بتحبيه وإن كان على حب لك خلاصة همات وديني وإن كان على حلمين عادة وفات وديني متعذب بمرور الزكريات وخلاص ما عادش ينفع نعيد ذكريات وإن كان على قلبك أظن أنه مات وإن كان على قلبي اعتدت أنه مات وما عادش ينفع عيد ذكريات ضي أمر وسكون الليل والقلب مشغول بالموضع أحسنت بقى كفاية عشان نلقى وقت البرنامج طب هيقول بس مقطوع صعورة فاضح ما يشكي أنا مصري كلمة بقولها في كل مكان وكل آن أنا مصري كلمة سكنة في الأزهان أنا مصري وبقولها بفخرين أنا مصري ومصري دي أمي سيرة في دمي شايلة في همي رفعاني فوق ولما أفوق بسطها تنديني شايلها فعيني مش بنساها كل ما بعد عنها تقرب ولما أغيب أبقى متغرب ولما أسمع اسمها ينديني تعالى يا ابني قرب تعالى جايلك جايلك يا أمي يا سيرة في دمي يا مهد الحضارة حبك في فمي مصر الميم أولك والصاد وسانيك والراء آخرك الميم مسلم مسيحي تحت راية وطنة منصورة يا غالي يا مرفوعة الجبين الصاد سبورة يا أمي يا مهد الحضارة حبك في فمي قراء رب العباد لما أراد خلقنا مصر 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 تحيا مصر شكرا لك أساف شعبان معا تعطيبك خلي حضرتك الشعر حزين القصيدة طبعا فيها كمية حزن كبيرة في حاجة تانية بالنسبة لأوزانك انت بتتنقل من بحر البحر البحر بدون ما تدري وأنا رابط بيه الأوزان بس أنا رابط بيه الأوزان بس بتوتر بتوتر اه رابط بيه الأوزان كواس جدا ومظبوطة بس أنا اللي هو كل ما لا مظبوطة دي إحنا اللي نقوله ماشي دي يعني الأوزان يعني دي حاجة حط المايك انت بتيجي في وسط القصيدة عندك بتقول زي إناء فاضي انت هنا استعملت لفظ فصيح لا غضادة بس مش هستعمله في كلمة واحدة أنا ممكن أحط شطرة كاملة فصيحة على مدخل عمية ما فيش مشكلة وجات تكررت فأنا مصري وبقولها بفخر لا انت كده بتأكدلي على فصحاك فانت تشعر كويس بس اختار خط تكتب فيه وعندما تيجي تكتب احرص على إن المفردة بتاعتك لو في البديل فيها في العمية حطها بيكون أولى يعني أنا ممكن ألجأ لمفردة فصيحة لو مش لاقي المفردة المشابهة العمية أو الضعيفة ممكن ألجأ للأقوة وبالتوفيق شكرا 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 ومع القارئ أستاذ عمر فارس أستاذ عمر من القاهرة وهو مجاز في القرآن الكريم وهيتل علينا خواتيم سورة الزمر أهلا بك أستاذ عمر تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وزيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بيلا بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وضح الله عليك يا أستاذ عمر مع تعقيبك يا شيخ أحمد أستاذ عمر ماشاء الله صوت جميل وصوتنا في ندي وقراء طيبة هو حكم جميلة وبرضو تنسيق رائع بس يعني نصيحة أخوية ابعد عن التقليد عايز بقولك شخصيتك الوضحة لأن صوتك ماشاء الله عليك صوته دافي وصوته مؤثر وعنده الصبع يعني ما شاء الله ماش معه كويس ما تمشي معاه وبرضو أخو بالك من ايه التقليد في الوقفات الوقف لازم الوقف لا مش النفس كلام محدد انت قلت الحمد لله ماشي الحمد لله ماشي أستاذ خالد محمد الملقب خالد الخشاب أستاذ خالد معنا من الإسكندرية هو حاصل على شهادة في الإزاعة والتعليق الصوتي من راديو تسعينات وبيعمل لدى أكبر منصة للتعليق الصوتي في الوطن العربي وحاصل على باكل ريوس إعلام وهيقدم لنا مقطع في التعليق الصوتي أهلا بحضرتكو أستاذ خالد صباح الخير والحب والسعادة على أحلى مشاهدين مشاهدين قناة الصحة والجمال أهلا بكم وبرنامجكم الناس الحلوة وموضوع حلقتنا النهاردة هيدور حول حصول النادي الأهلي على بطول الدوري أبطال إفريقيا وزي ما عودنا حضراتكم هنطلع فاصل وبعد كده هنيجي عشان نقول عنا وين الأخبار إلحق عروض السيف شبكة المحمول الأولى في مصر بتقدم لك العرض الكبير اطلب صفر خمسين شباك بعد كل شحنة وهتاخد ضع في الدقايق وضع في الباقة مع عرض السيف انت صاحب بيت مش ضيف ورجعنا لكم مرة تانية اعزائي المشاهدين عشان نعرض لحضراتكم عنوين الأخبار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك ضمن افتتاح الصالة الإولمبية الرياضية هناك النادي الأهلي يهدي كأس دوري أبطال إفريقيا إلى اللاعب مؤمن زكريا وتمنى له شفاء عاجلا الكاف يختار اللاعب محمد مجدي أفشة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاء القرن وهنقدم لحضراتكم النهاردة عرض للبرامج اللي هتتعرض على قناة الصحة والجمال تشاهدون اليوم على قناة الصحة والجمال الفيلم العربي الانتقام رجل واحد رجل واحد لا يعرف المستحيل لا يعرف التراجع فقد أسرته وها هو عائد للسقر وتشاهدون أيضا الفيلم الكارتوني الأسد الملك سيمبا انت جيت تاني الأرض العزة لي سيمبا انت نسيت ان انت مزنب انت اللي أتلت مفاسة وتشاهدون أيضا برنامج مديح الرسول لما رأيت أنواره سطعت وضعت لما رأيت أنواره سطعت وضعت لما رأيت أنواره سطعت وضعت من خيفتي كفي على بصري خوفا على بصري من حصن صورته فلست أنظره إلا على قدري روح روح من النور في جسم من القمر كحلية نسجت من الأنجم الزهري وتشاهدون أيضا على قناة صحة والجمال برنامج وحوش البرية كهذه تراكبه الفهدة باهتمام منتظرة لحظتها المناسبة للانقضاد على الفريسة وأخيرا تشاهدون مساء اليوم برنامج الحناجر الزهبية في مصابقة الإنشاد الديني ويقدم فيها المبتعي الخالدة الخشاب أنشوده باسم شفت الرسول في المنام في ليلة من اللي في ليلة من اللي كنت نايم وقلبي خالي في ليلة من الليالي شفت الرسول في المنام نايم وقلبي خالي من أي غل وكلام أم قال لي حبت كلام أو عند الإيمان أم قال لي حبت كلام أو عند الإيمان عليه الصلاة وأفضل سلام عليه الصلاة وأفضل سلام عليه الصلاة وأفضل سلام حبيبي يا رسول الله حبيبي يا نبي الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله حبيبي يا نبي الله أنا بحبك أكثر من نفسي عليه الصلاة وأفضل سلام عليه الصلاة وأفضل سلام قناة الصحة والجمال قناة لكل المصريين شكرا لك أستاذ خالي ما أعطى عقبك يا أستاذ أشرف هو بيغني أحسن ما بيعلق خليه حضرتك طريق هو بيغني أحسن ما بيعلق دي حاجة في بعض الأجزاء كده في مناطق بتحتاج وقفات انت بتسترسل فيها وفي مناطق محتاجة حركات بلاقيك ووقفت عليك طريقة إلقاءة جميلة وانت عملت لنا كوكتيل زريف جدا يعني جهد محمود مشكور يعني منك بس حاول إمت تعلي الطبقة وإمت تخفض من الطبقة برضو لأن انت عندك بعض مناطق علي قوي وفي مناطق نزل وكان المفروض يعني إيه يبقى عكساء صحيح وبالتوفيق إن شاء الله تمام قول حضرتك تعقبك يا شيخ أحمد بس بسرعة عشان لقت حاضر هو بس التعقب هو دمج بين الابتهال والإنشاء والإنشاء والأغاني بس كل الأغاني الطبع هو الغالب عليه بس يعني عاز حدي بس يوجهه وتوجيه الصغير في الإنشاء إن شاء الله وربنا أحفظه وربنا فيه تمام مع الموهبة اللي معينا آية ماضي آية من محافظة شمال سينة مدينة العريش عضوة لنادي الأدب بشمال سينة محررة صحفية بجريدة المسالة نيوز حاصلة على المركز الثاني في قصيدة الشعرية على مستوى المحافظة وهتقدم لنا قصيدة أنا جندي من كلماتها وإلقاء شكرا 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 وأجدادي رموز النصر أنا يا جندي وسام وطني أنا المرصاد لكل كهين ودي حكايتي ما بين فراء ما بين رصاص ونصب كمين شديد الرحال ورايح سينة بلاد العز والمينة أتمنى يكون شهيد أرضك أنا يا أمي حكاو سنين أنا الصامت أنا اللي بأموت عشان تعيش يا بلدي أنا أبهدي كلام وسكوت أنا ضهرك أنا أمنك أنا منك وحتى الدم في هدومي دليل حبي دليل عهدي دليل إنك في أفراحي وفي غمومي ولا يكون بنا أي فراء ودايما تبقي منصورة وأي عيون تعاديكي تمشي وعيونها مكسورة أنا من نسل أكتوبر نسيت جدي وابويا نسيت عمي مع خالي ريحة الدم في طرابك بتندهلي في طرحالي أنا اللي كنت متأمل في وقت عدوي كان بيّن وأنا في حالي ودلوقتي يا أم الجرح بقى في كفّي بقى ظاهر وأنا الجاني ومكر الكل متخفي بيتدارى ويتظاهر ومن حقك يا بلدي تعيش مغرورة وفي خفّة وهو أنت الأولى في الكفّة وكل أزان يا بلد النصر مجبورة هتفرحي بيّا وتتباهي ما أنا مزاي أشباهي أنا اللي بيكي أنا اللي بيكي فرح شديد ما أنا اللي شهيد ما كانش في الدنيا هكون في الجنة برضو سعيد بعزة وفرح ولفس جديد فديد بلدي عشان تحيا بعمر مديد أنا جندي وسام وطني بوصيكم على بلادي تعلقوا الزينة على أرضي ما تفكوش كل اللي هيبقى واجعني إن عيوني ما تشفكوش سينة عشانها كل شيء يهون ودعول يكون بسمة لأولادي وقلب حنون فرحتي بالشهادة فرح الطفل بلفس العيد أنا جندي وفي حق بلدي شديد وعنيد هسيب اسمي واسيب رسمي وضحكة نصري محسومة لأولادي وأحفادي وأصبح ذكرة مكتوبة ورأس ابني هتبقى لفوق أنا الحارس وأنا التاريخ وأنا الفارس شكرا شكرا لك يا آية شكرا لك يا آية اسمنا تفضل أستاذ أشرف آية ماضية قصدت الجميلة ومتمسكة أستاذ آية شادد الرحال ورايح إيه؟ سينة ورايح سينة طيب بالنسبة للأوزان عندك الأوزان مصبوطة إلى حد كبير جدا يعني بعض الحاجات بسيطة أنت عندك مثلا بتقولي شادد الرحال ورايح سينة لا إحنا نشيل الواو على سينة على سينة هتغير لك البحر اللي اشتغلت عليه الأوز هنستغنى عن الواو خالص كلها أمور بسيطة عندك تسلسل درامي رائع أو في القصيدة يعني هي اشتغلت على عناصر متسلسلة مفيش حاجة قبل حاجة يمشي القصيدة بخط جميل أوي وعندك صورة رائعة بحسدك عليها ماهنت الأولى في الكفة برافو عليك يا حسنتي وبالتوفيق إن شاء الله شكرا ماشي ومع أصغر موهبة معنا في الحلقة فاطمة محمد عبد الموجود فاطمة 12 سنة من القاهرة بتلقي شعر من وهي عمر 6 سنوات وحصلت على العديد من الجوائس في الإلقاء فضل لفاطمة قصيدة أمي يا أمي يا أمي لو أن بكائي قد يجدي لبكيتك ظهر ولأجريت بدمعي نهرة ولأبكيت الناس جميعا ولذرتك في يومي عشرة لو حذني مر على صخر لأذاب بحرقتي الصخرة ولأبكى شيخا ذا جلد ولشيب في الطفل الشعرة يا أمي لو أن رثائي سيذيب جراحي أو طبرا أو يطفئ في قلب الجمرا أو يمنحني يوما صبرا لملأت الكون أنا شيدا وملأت الدنيا لك شعرا وجعلت دموعي لك حبرا ونقشت لك الأحرف تبرا وكتبت علي قبرك سطرا يا ربي ارحم ساكنه وأنر يا ربي له القبر يا أمي حذبي وعذائي أنك كنت بجوتك بحرا كم أنفقت وكم أهديتي كم سبحت وكم صليتي كم علمت وكم ربيتي كم قاسيت وكم عانيتي ولسانك ما سئم الذكرى تقضين نهارك في صوم والليلة صلين الوترى كم أرويت هناك عطشى وتصدقت هناك ثرى تبغين من الله الأجرى وثوابا يبقى لك دوما لك قلب لا يحمل حقدا أو يعرف كرها أو كبرا ما زارك في المرض قريب إلا أكبر فيك الصبر أو جاءك طفل في يوم إلا فذ إليك وسرى وكأنك ما مسك ألم أو قاسيت بيوم ضرى لو كل الناس قد اجتمعوا لرأيتك أوسعهم صدرى ورأيتك أسكاهم عطرى ورأيتك أكثرهم حمدا لله وأكثرهم شكرا ورأيتك أفضلهم طهرى ورأيتك أحسنهم خلقى يا أمي حذبي وعذائي أني كنت رحيما برى ما أغضبتك يوما أبدا لم أعصك يوما أمرا أو أفشي لك يوما ثرا مع هذا أقسم لك أني ما وفيد لفضل قدرى أو أجد لنفسي يا أمي في تقصيري نحوك عذرا فلقد كنت حياة البيت ولقد كنت سرور البيت ولقد كنت دياء البيت وإذا بك في لمحة عين أطفأت شموعك ومضيتي وتركتي لنا حزنا مرة نتجرعه سبحا عصرا فالبيت بدونك يا أمي فالبيت بدونك يا أمي سجن والكل به أصرا نتلاقى في الليل كأن غرباء ننتظر الفجر نتذكر صوتك وكلامك نتذكر جدك ومزاحك أو نذكر بعض معاناتك ونرى حاجاتك ودوائك ونشاهد في البيت مكانك لكني أعجز أن أروي لحظات فراقك ووداعك أو كيف ودعتك في لحظ بادي وأقبل جثمانك وأقبل تربتك الخضرة وأكفكف دماتي الحرة شكرا يا فاطر تعقيد سريع تعقيد سريع القصيدة دي بتاعتك لا 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 هي طب يعني نرجو التنويه قبلها تقولها حلقي قصيدة رائعة طبعا ما فاش كلام ألقاها رائع بس تتك على النحو يعني مثلا هي بتقول وطرة هي وطرة بس أنت تاخذ بالك مش هعقب أكتر من كده يعني تاخذ بالك من التشكيل في النحو بس ساعة الإلقاء شكرا أستاذ أشهر وبالتوفيق يا حبت إن شاء الله ونختتم الحلقة بتاعتنا مع القارئ أستاذ محمود محمد عبد العزيز القارئ من محافظة الشرقية وملقب بالشب الصغير الذي نبغى في بيت الكرآن وأستاذ محمود هيقرأ علينا خواتين سورة الحشر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطلبها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك الكدوس السلام المؤمن المهيمن العديد 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 الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم مع تعقيد سريع الشيخ حسن وحمود مشروع قارئ مرطة جميل عنده خشوة مشاء الله بس عنده بس ملاحظات الغنة وفي عنده غنتين والخالق بس ما تطلش في حرف الألف وانت مشاء الله عنده يحسس مشاء الله عليه يعني حسنت شكرا لكم أعزائي المشاهدين وشكرا لكل المسابقين الذين اشتركوا معنا في برنامج النهاردة وألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة شكرا لحضرتك وأستاذ أشرح وعلى تعاونك معنا وعلى كل التعقبات لحضرتك قدمتها لنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته